لن ينسان الله سيؤتين من الغيب حلا فينسين ما قاسينا لن ينس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي الغاليات كيف حالكم مع هذه الليالي العظيمة من شهر رمضان كنت مننا من الله تقبل مننا الصيام كين بعض الناس كيدور في بالهم هات الشهر الكريم كل مسلم ومسلمة يرجون الله باش يتقبل صيامهم وسائر الأعمال الصالحة اللي قاموا بها في هات الشهر العظيم من رمضان اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فمن بعض العلامات اللي ذكرها العلماء لك تدل على قبول الصيام والطاعات في شهر رمضان كرهك المعصية فهي علامة من علامات القبول قال الله عز وجل ولكن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفوسوق والعسيان أولئك هم الراشدون فأخواتي كي حبب الله إليكم الطاعات فكتحبوها وكتطمأنوا إليها وكذلك أخواتي من اللي كي سالي رمضان كي يشاهد المسلم والمسلمة أكثر في الطاعات أخرى وكي يشاهد في قيام الليل وقراءة القرآن والتصدق وكي يحسن من الخلق دياله فكي يبتعد عن النميمة والغيبة لأنه أخواتي تدرب عليها في شهر رمضان فهذا يعني من قبول الصيام فكي يداوم على الأعمال الصالحة فكي يصوم ست من شوال وكي يحافظ على الصلاة وكذلك أخواتي راه كتظهر عليه أثر العبادة في الأخلاق دياله فكي يبتعد أخواتي على الفحشاء والمنكر فيتعلق قلبه بحب الله فأخواتي ما كيرجعش للذنوب لتاب منها في شهر رمضان كيمتانع منها لأن حسن العمل بعد التوبة أخواتي علامة لقبولها فأحبابي كي اطمأن نفسه لطاعة الله لقول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله ألا بدكر الله تطمئن القلوب وكذلك كي ترمي الاستغفار لقول الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون فهذه هم أهم علامات قبول الصائم اللهم اجعل صيامنا فيه صيام الصائمين وقيامنا فيه قيام القائمين وختاما بغيتكم تشجعوني أخواتي تبارتاجي والقناة مع جعل اللي كتعرفو باش القناة تكبر إلى الفيديو المقبل إن شاء الله